طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مناطق واسعة في المغازي وسط قطاع غزة نشر جيش الاحتلال منشورات على مخيم المغازي مطالباً أن نزحين بالخروج من المنطقة والتوجه جنوباً إلى ما يدعى إلى ما يدعي أنها منطقة إنسانية آمنة كان الاحتلال قد أصدر أوامر بإخلاء لمناطق في خان يونس وشرق دير البلح وبيت حانون وقال شهود عيان ومواطنون إن أوامر الإخلاء والنزوح لا تتوقف ولا يوجد أماكن يمكن اعتبارها آمنة في قطاع غزة